السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد واليوم عنازها جديد من شركة اوبو قامت شركة اوبو في الخارج بشكل رسمي بالكشف عن هاتف اوبو رينيو 11 افل جديد كليا والذي ينضم للمنافسة في الفئة المتوسطة بمجموعة مواصفات متوازنة متكاملة وجاء تقديم الهاتف داخل السوق التايلاندي ليزبح الهاتف الثالث من سلسلة رينيو 11 الخاصة بشركة اوبو وهو يعتبر ارخص هاتف في السلسلة حاليا وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على سعر ومصفات هذا الهاتف لكن قبل ان نبدأ اشترك في القناة اذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك اشعار كل فيديو نقوم بتنزيله يأتي الهاتف بابعاد في الارتفاع 161 وبعض 74 وبسمك 7.5 مليمتر مع وزن 177 جرام وخامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك بالكامل والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65 ويدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميمواري شاشة الهاتف تأتي من نوع مولاد بقياز 6.7 بوصة بدقة 1080 في 2412 بيكسل وبجودة الفول HD بلاس مع كثافة البيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وسطه يصل الى 1200 شمعة مع معدل تحديث 120 هاتز وتدعم الـ HDR 10 بلاس مع وجود طبقة حماية من نوع باندا غلاس على الشاشة أما المعالج فيأتي من شركة ميديا تاك وهو ديميني ستي 70-50-80 نواء مع دقة تصني المعالج 6 نانومتر مع معالج رسوميات من نوع مالي جي 68 واجهة أوبو كولا لأو اس 14 مبنية على نظام تشغيل أندرويد 14 ويأتي الهاتي مع مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام والرامات تأتي من نوع الـ PDDR4X والذاكرة نوعها UFS 3.1 كاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسها 2.4 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية مع دعم المثبت الإلكتروني ويأتي الهاتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسها 1.7 والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسها 2.2 وهي إلترواهد أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسها 2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قرب الكاميرات الخلفية معها فلاش لاد وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية مع دعم المثبت الإلكتروني لا يدعم الهاتف ملفذ السماعة 3.5 مليمتر وسماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع مونو والهاتف يدعم خاصية الانفسي ومستشار الار بلاستر مع وجود بصمة الإسباع أسفل الشاشة مع دعم الفيس أندوك مع وجود مستشار التقارب الحقيقي بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع سوبر فوك بقدرة 67 واط وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق منفذيه بطايب سي ويأتي الهاتف بألوان الأخضر والأزرق والبنفسجي تم تسعير هاتف أوبو رينيو 11 أف الجديد في السوق التايلاندي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يعدل 305 دولار ولبقية الأسعار للدول العربية سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتتابع الجرس والإعجاب الفيديو شكرا لكم على المشاهدة واراكم في فيديو جديد في أمان الله